عليكم السلام أحباتي أهلا وسلام بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامية هذه الحلقات الثانية عن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي المغامر الأفاق ونحن هنا مع المختار الأفاق الأفاك نقول عليه كده لأنه يحتاج في تدعيم سلطته إلى رتوش دينية تخالف الإسلام وجعلت أعداءه يرمونه بالكفر وزعم النبوة سنقسم هذه الغزعبلات المختارية إلى نوعين نوع انقرض مع المختار ورح في الستين داهية ونوعه بقي حتى الآن واللي عملها المختار يعني المختار هو مات ورح في الستين داهية قتل يعني لكن في بعض خزعبلات لا تزال موجودة ومقدسة أول حاجة نقول عن خزعبلات التي اندثرت مع المختار أول حاجة كرسي كان عام الكرسي يستنطر به هو وجنوده وظهر هذا الكرسي بقى في مسير ابنه ابن الأشتر إلى قتال عماد الله ابن الزياد سنة ستة وستين والتي انتهت بقتل ابن الزياد وهزيم الجيش تقول الرواية عن خروج ابن الأشتر فخر يوم السبت ثمانين بقينا منذ الحجة خل بالك ده أشهر الحرم لكن دول كلهم كفر يعني سنة ستة وستين وخرج معهم المختار يودعوا في وجوه أصحابي وخرج معهم خاصة المختار الناس اللي هم قاربين منه الحشية بتاعنا شو بقى أصبح سلطان وماهم كرسي المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء هم حافون به يدعون ويستصرخون ويستنصرون ويتضرعون واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع ابن الأشتر عمل لهم كرسي والكرسي ده هو النصب المقدس إن هم يستنصرون به ويدعون ربهم فين الإسلام هنا ده ضد الإسلام وفي حدثة الطبري رواها بقولك أن طفان بن جعد بن هبير هو الذي أعطى هذا الكرسي المختار على أن فيه أثرة من علم فاشتراه منه بـ 12 ألف تقول الرواية عن الطبري فخطب المختار الناس فقال أنه لما يكن في الأمة القلية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله وأنه قد كان في بني إسرائيل تابوت يستنصرون به وأن هذا مثله اللي هو التابوت اللي عمله اللي هو الكرسي ثم أمر فكشف عنه أثوابه وقمت السبائية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثة فلما قيل هذا عباد الله بن الزاد قد أقبل بعث المختار بن الأشتر ومعث معه بالكرسي يحمل على بغل الأشهب وقد غشي أي غطي بأثواب العرير عن سبعة عن مينه سبعة وأن يساري سبعة فلما توجهوا إلى مع الشاميين كيف شعر فيه وغلب الشاميين وقاتل بن زياد ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي حتى بلغوا به الكفرة قال الطفال بن جعد اللي هو بحول إنا لله وإني عليه راجعون وندمت على ما صنعت وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر عيب الناس له فغيب حتى لا يورى بعد ذلك ده انتهت الموضوع بتاعه الكرسي لكن بقى الذي لما انتهي هي الخزاع بلات أخرى اللي هي المهدي يعني أول واحد أول واحد قال حكاية المهدي هو المختار الأفاق ده وطبعا بعد كده طبعا الدعوة الكيسانية ده موضوع يعني طويل أوي لكن هو لغد الوقت حتى لغد الوقت مثل حتى أي واحد صايع يقول لك أنا المهدي المنتظر من اللي بنتظرك يا ابن الذين كفروا المهم هو طبعا زعم المختار إن المهدي هو محمد بن علي ابن أبي طالب اللي هو محمد بن حنفية ومحمد بن علي ابن أبي طالب لم يزعم هذا يعني نحن نقول ذلك بعد بحث طويل لكن أصبح جزء من العقيدة الشيعية واللي هي المهدية يعني قالوا عن المختار أرد تأكيد أمريه فدعنا من محمد أن محمد بن حنفية والمهدي لازل سيخرج آخر الزمان آخر الزمان وما نحن دلوقتي فيه فأوله وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته واستمع المختار الجنب بن بن أشتر بزعم أن المهدي اللي هو محمد بن حنفية باعث له بكتاب تقول الرواية باعة اللي هي فيها الكاتل المهدي وكتب المختار كتابا على لسان محمد بن حنفية اللي بريب بن أشتر وجاء فالسأزن عليه وقال المختار أمين آل محمد ورسول هو الأمين بتاعه هو مع التوكيل الحصري بتاعه فأذن له وحياه ورحب به وأجلسه معه وعلى فراش فتكلم عن المختار وكان مفوها كان يعني فصيح جدا ثم قال إنكم أهل بيت قد أكرامكم الله بنصرة آل محمد وقد كتب إليك المهدي كتابا وهؤلاء هم الشهود عليه طبعا جاب معاه الشهود أوانطة يعني وعندما وصلوا برضو رواية أنه كتاب استغسطة الهاشمين لما حددهم ابن الزبير بالحرق فقالوا عن المختار فدفعوا عليه الكتاب اللي هو بعته محمد بن حنفية فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب وخطب فيهم وغلق هذا كتاب مهديكم وصريح أهل بيت النبيكم يعني بسميه المهدي وبعت المختار السالة بن حنفية يقول بسم الله الرحمن الرحيم من إلى محمد بن علي من المختار ابن أبي عبيد سلام الله عليك أيها المهدي فيني أحمد الله كذا 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 إلى آخره في الآخر بقول له يعني فاكتب إلي أيها المهدي برأيك أتبع والسلام عليك أيها المهدي ورحمة الله وبركاته يعني عمله المهدي الحاجة الثانية بقى أنه الزعم بأن جبريل والملائكة معاه بتحارب معاه شوف إزاي وهو زعم ردد أساطير الأذيان الأرضية في التصوف والسنة والتشيق يعني حكاة أن جبريل بيأتي ويشوفوه ويعدوا معاه والملائكة والكلام ده طبعا زعم لا يزال وسائدا يعني في التصوف والسنة وفي الشيعة لكن المختار هو أول واحد يعمل كذا ابن الذين كفروا ولد دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال لو لا أن أخي جبريل قام عن هذه واشر إلى واحد أخرى عنده لا قيته لك كان قاعد ومتكع على وسادة وفي وسادة تانية دخل علي واحد فألقى لي وسادة قالك لو لا أن جبريل أخوي كان قاعد معايا على المسادة لأنها مساندة كنت حدها لك لكن يعني توضي فيك أنت ما تنفعش وفي حكاية ظريفة جدا عن الشاعر سراقة ابن مرداس الأزدي البارقي كان أسيرا لدى المختار بعد هزيمة ابن زياد والرجل ده كان ظريف جدا استغل زعم المختار بأنه يعلم الغيب خلي بالك نفس حكايا كان الزعم بأن سكان النبي محمد عليه السلام لما يكون يعلم الغيبك هتقول ما هو الكفر ما فيش له حد يعني استغل زعم المختار بأنه يعلم الغيب وأدل الماليكة تقاتل معه استغل هذا في أن ينجو لنقتل فقول لك الرواق كان اللي هو سراقة ابن مرداس ده كان قاتل المختار فأخذه أسيرا وأمر بقتله فقال له هذا الشاعر لا والله لا تقتلني حتى تنقض دمشق حجرا حجرا فقال المختار لأبي عمرة الله من يخرج أسرارنا من اللي بتكلم على الأسرار بتاعت الحاجات يعني جوانا إيه اللي عرفه ثم قال من أسرك من أسرك فقاله بقى الملائك بس مش قال كده القوم على خيل بلق عليهم ثياب بيض لا أراهم في عسكرك يعني ناس بقى ملائكة أشكال تانية بس في العسكر المختار فقال إن عدوكم يرى من هذا ما لا ترون العدو بتاعكم شاف الملائكة وانتم ما شفتهم ش يا عم يا ولاد الكلب فقال إني قاتلك فقال والله يا أمين أهل محمد أنك تعلم أن هذا ليس باليوم الذي تقتلني فيه قال ففي أي يوم أقتلك قال تضع كرسيك على باب دمشق فتدعوني يوم أذن فتضرب عنقي فقال مختل أصحابي شرطة الله من يرفع حديثي هذا ثم خل عنه يعني أنت مش هتقتلني دلوقتي تقتلني لما تروح دمشق ويجيب الكرسي بتاعك اللي هو بتستنصر به وساعتها تقتلني فالراجل طبعا انبسط وخلى عنه لكن فيه رواية تانية بتقولي لما خرج المختار من جبانة السبع وأقبل القصر ناداه صراقة ابن مرداس باعلى صوتي وكان في الأسرة رواية تانية قال أمن علي اليوم يا خير معد وخير من حل بشحر والجندي غير معد اللي هو معد ابن عدنان اللي هو الأب الأكبر للقبائل المضارية وخير من لبى وصام وسجد وبعدين فبعت إلى السجن فاعتقه ثم اطلقه فاقبل مختار ويقول أهم شيء انه عمل له شعر ويعني مدحه وانه الملايكة بتمشي ورأي لآخره وفيه رواية بتقول بقى سراقة ابن مرداس حلف انه رأى الملائكة على القيول البلغ بين السماء والأرض وانه لم يسره إلا واحد من لك الملائكة فأمره المختار أن يصعد إلى المنبر فيخبر الناس بذلك فصعد إلى المنبر واخبر الناس بذلك فلما نزل خال به المختار فقال هذا أني لا أقتلك ولست أقتلك فاذهب حيث شئت حتى لا تفسد علي أصحابي يعني أنا عارف أنت لا شفت حاجة ولا بتقعو أنت بس بأعاس لك ماشي مسروع فستين دا مش تورين عش خاطر ما تفسد أصحابي علي الحاجة الثالثة وضع الحديث وطبعا وضع الحديث يعني استمر وبدأ به أبو هريرة في الفتنة الكبرى لكن وضع الحديث خصوصا بين الشيعة أو الحديث الشيعية أنا أزعو أن المختار هو أول واحد يعمل هذا قد أكون مختار لكن هو أهم الشيء أن هذا أثر من آثار الصيئة للمختار الأفاق بالكاف بعد مختار الأفاق بالقاف قال المختار لرجو من أصحاب الحديث ضع لي حديث عن النبي أن كائن بعده خليفة وطلب له يعني قال له أحد ديك ثروة وخد عشرة ألاف درهم وخلعة ومركوب وخادم فقال الرجل أما عن النبي فلا ولكن اختار من شئت من الصحابة وأحطط من الثمن ما شئت فقال عن النبي أنا عايز عن النبي قال والعذاب عليها أشد ما رفض كان فيه عمار بن ياسر فأمره المختار أن يضع حديث ليرويه عن عمار بن ياسر عن أبيه تقول الرواية وقال قتل المختار محمد بن عمار بن ياسر قتله لماذا لأنه سأله أن يحدث عن أبيه بحديث كذب فلم يفهم فقتله يعني طبعا عمار بن ياسر كان من كبار أثباع علي بن أبي طالب وقتل في معركة صفين محمد بن عاش فطلب منه المختار قال اعمل لنا يا ابن حديث كده على مزاجنا وتقول أن أبويا اللي قاله فقال له نو ما قدرش فأتله كلمة بقى شرطة الله اللي كان بنالي بها الجماعة بتوعه زي الجماعة الزبالة اللي هم أقول لك حزب الله يعني هم خلاص المختار أصدر قرار بأن الناس اللي معاه سفاك الدماء اللي معاد هم شرطة بتوع ربنا شرطة الله وبرضو الجماعة اللي هم في لبنان وغيرهم أصدروا قرار بأن هم الحزب بتاع ربنا يعني استغفر الله العظيم بيتصرفوا بنيابة عن ربنا استغفر الله العظيم لما أرسل المختار جيش الخشبية لإنقاذ بني هاشم من الحرق في شعب أبي طالب لما كان عبدالله النزور عز يحرقهم إذا لم يبايعوا فخطب فيهم ألهم يا شرطة الله قد أكرمكم الله بهذا المسير ولكم بهذا الوجه عشر حجاج وعشر عمر يعني عمرات يعني هتروحوا كده خلاص يبنتوا كده يعني كأنك هتجيتوا عشر مرات وعملتوا عمر عشر مرات ولا تأشيرة ولا أي حاجة وشاعة تعبير يا شرطة الله الله في وصف جيش المختار وفي معركة جيش المختار بخاتب ريود الأشتر ضد عواد الله بن زياد تقول رواية فجعر الأشتر ابن الأشتر نفسه يناديهم يقول إلي يا شرطة الله أنا ابن الأشتر وقد كشف عن رأسي خلاص أصبح لقب رسم يعني وتعرض مع كرسي المختار وقول شرطة الله إلى هجوم اللازع يقول أشعى أعشى هامدان شهدت عليكم أنكم سبائية وأن بكم يا شرطة الشرك وانا بكم وإني بكم يا شرطة الشرك عارف وأقسم ما كرسيكم بسكينة وإن كان قد لفت عليه اللفائف وقال المتوكل الليثي أبلغ أبا إسحاق اللي هو المختار أن جنته أني بكرسيكم كافر وبعدين حتى يعني مهمة برضو أنه زي ما كان بيضع أحاديث وضعوا قصومه وضعوا أحاديث ضده وزعم أن النبي قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا الكذاب يعني هو المختار ابن أبي عبيدة والمبير اللي هو الحجاج ابن يوسف الثقف شكرا وعليكم السلام شكرا شكرا شكرا